العمل على توطين الصناعة المحلية في مجالات متنوعة خطوة شرعت الحكومة وتفعيلها لخلق بيئة استثمارية تحقق الاكتفاء الذاتي في ظل توجهات عمل عليها صندوق العراق للتنمية الذي أبرم العديد من مذكرات التفاهم للاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والبيئة وغيرها الصندوق أسس هو في الحقيقة لجذب الاستثمارات الخارجية عن طريق مساهمة الحكومة مع القطاع الخاص في الاستثمارات التي تدخل العراق والآن أصبح هناك زخم كبير على الصندوق في هذا المجال من عدة شركات ومن عدة مؤسسات عالمية ومحلية الصندوق الآن بدأ في مرحلة تفعيل هذه الاتفاقيات كان عندنا 14 اتفاقية جانب السعودي 3 اتفاقيات ويالولايات المتحدة اتفاقية مع بريطانيا والاتفاقيات ما شري بهالطريق فيما تذهب الرؤية الاقتصادية إلى أن الحكومة أوجدت مسارات متعددة لجذب الاستثمارات الأجنبية بوجود العديد من الموارد الطبيعية والكتلة البشرية إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به البلد عوامل مهدة الأرضية لتاحة الفرص الاستثمارية الكثيرة داخل العراق العراق يسخر بموارد اقتصادية كبيرة سواء كانت على المستوى البشري أو على المستوى الاقتصادي وبالتالي بات من الضروري ومن الضرورة الحتمية جدا أن نسعى إلى توطين المشروعات الاقتصادية سواء كانت صناعية أو خدمية أو غيرها الحكومة حاليا وفرت بشكل كبير جدا بيئة آمنة للمشروعات الاقتصادية سواء كانت المحلية أو الأجنبية وتعد عملية توطين الصناعة المحلية توجها ستراتيجيا لتعزيز الاقتصاد الوطني بتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات من بينها تقديم الحوافز الاستثمارية أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر